اشتركوا في القناة اختيار الخليفة وهو مبدأ الشورى ووقفنا على الآيات القرآنية التي استدل بها أهل السنة وبينا أن هذه الآيات ليس لها علاقة بقضية الشورى ولا بقضية الخلافة في هذه الحلقة إن شاء الله نقف على مبدأ آخر من المبادئ التي تعتمد في تعيين الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مبدأ البيعة فالبيعة مصدر بائع لأن المبايع يجعل حياته وأمواله بالبيعة تحت اختيار من يبايعه ويتعهد المبايع في المقابل على أن يسعى في إصلاح حال المبايع بما يوفر له الراحة والاستقرار وغير ذلك من الأمور التي تتحقق من خلال هذا العقل فالبيعة في الإسلام علامة على معاهدة المبايع المبايع له على أن يبذل له الطاعة فيما تقرر بينهما قطعا البيعة وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأول بيعة أخذها رسول الله صلى الله عليه وآله من المسلمين كانت في العقبة وبعد الهجرة أيضا كانت هناك بيعتان البيعة الأولى بيعة الصحابة في غزوة الحديبية وسميت هذه البيعة ببيعة الرضوان والبيعة الثانية بيعة الصحابيات الجليلات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة كما ورد في قوله تعالى إذ جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرفن ولا يزنين إلى آخر الآية القرآنية وهنا سؤال حول البيعة فنقول هل البيعة أساس في الحكم يعني ممكن أنه نعتمد قانون البيعة ونظام البيعة لتحديد الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللإجابة على هذا السؤال نقول أولا إن بيعة المسلمين للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم تعني الاعتراف بزعامته وقيادته للأمة يعني المسلمون عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وآله لا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان قائد ولا كان مسؤول ولا كان المسلمون يتبعون أوامره ويطيعونه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بدأ بالدعوة هو نبي وهو ولي وهو مسؤول وهو مطاع فعندما بويع من قبل المسلمين لا يعني أن هؤلاء قد عمدوا إلى تنصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعينه بل أن المبايعين بعد أن آمنوا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله واعترفوا بقيادته وزعامته أرادوا أن يصبوا ما يلازم ذلك الإيمان اليوم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله فحتى يترجموا هذا الإيمان بايعوا النبي صلى الله عليه وآله على الالتزام بأوامره وما يأتي من الله عن طريقه صلى الله عليه وآله وسلم فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأن النبي يقول فإن آمنتم بي فبايعوني على أن تطيعوني وتصلوا وتزكوا وأن تدفعوا عني العدو حتى الموت يعني هم مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والهدف عندئذ من البيع لم يكن هو الاعتراف بمنصب المبايع وانتخابه وتعينه لمقام الحكومة والولاية بل كانت لأجل التأكيد العملي على الالتزام بلوازم الإيمان السابق له صلى الله عليه وآله وسلم هذا أولا ثانيا أنه ليس هناك دليل شرعي لا يوجد دليل شرعي ليس هناك دليل شرعي على أن مجرد البيعة بغض النظر عن المواصفات والضوابط الآتية طريق إلى تعيين الخليفة ما عندنا فالدليل شرعي يؤكد على أن البيعة تصلح أن تكون طريقا لتعيين خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الثالث الظاهر أن البيعة ليست طريقا لتعيين الحاكم وانتخاب القائد وعلى فرض كونها طريقا لتعيين الحاكم فهي واحدة من الطرق فإذا وجد شخص آخر وكان قد اتصف بالمواصفات التي وضعت وعين عن الطريق الآخر فينبغي على الأمة أيضا أن تتبعه يعني اليوم هذا البيعة طريق مثلا وأكو طريق آخر إلى تعيين الخلافة فلو وجد شخص آخر يتصف بالمواصفات وعين وتحققت بحقه الخلافة عن طريق الطريق الآخر ينبغي على الأمة أيضا أن تتبعه وبالنتيجة سيصبح هذا خليفة وذاك خليفة وذاك خليفة وتتعدد الخلفاء ولم يوجد حديث أو رواية تؤكد أن هناك خلفاء في نفس الوقت ولم يستدل حتى علماء المسلمين على وجود أكثر من خليفة في نفس الوقت الأمر الرابع أن بيعة الجماعة الحاضرين إنما يعد طريقا لتعيين الحاكم إذ لم يكن هناك نص شرعي نقول ممكن إحنا نتنازل نقول هذه إذا اعتبر ممكن أن نعتبر البيعة طريق لتحديد الخليفة فيما إذا لم يوجد هناك نص على الخلافة وسيأتي الكلام أن هناك نصوص وليس نص هناك عشرات النصوص بل مئات النصوص تعين الخلافة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي عندنا الشرط الثالث الذي يعتمد في تحديد خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الطريق الثالث الذي يعتمد في تحديد خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أخواننا السنة وهو الاستدلال بعمل الصحابة وهنا نقول أن الاستدلال بعمل الصحابة ممكن أن يعتبر أساس فيما لو كان الصحابة مصدرا للتشريع الإسلامي كالقرآن وكالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ممكن أن نعتمد على سيرة الصحابة فيما إذا كانت سيرة الصحابة تعتبر مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي باعتبار أن من مصادر التشريع الإسلامي مصادر التشريع الإسلامي الكتاب والسنة الشريفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أن القرآن أمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله كما جاء في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقوله وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم فانتهوا عنه وبدون ذلك إذا لم تعتبر سيرة الصحابة مصدرا للتشريع الإسلامي وبدون ذلك لا حجة علينا في عمل الصحابة ثم لسنا ندري بمن نقتدي الآن إذ لم تكن سيرة الصحابة من مصادر التشريع فلا يجب على المسلمين العمل بسيرتهم لأنه ليس مصدر للتشريع ولو أراد المسلمون العمل بسيرة الصحابة فالمسلم يبقى في حيرة أيهم يتبع أي المسلمين يتبع فقد اختلفت آراء العلماء في كيفية قامة الخلافة أتقام ببيعة رجل لأنه كما قلنا أن العباس عم النبي قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام أمدد يدك أبايعك هذا رجل واحد ممكن أنه نعمل بهذا الأمور أو نقتدي بمعاوية عندما شهر سيفه على خليفة عصره وهو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أم من أخذ الخلافة بالقهر والاستيلاء وهكذا يبقى المسلم في حيرة من أمره أيهما يتبع فإذن هذه الأمور وهذه الطرق لا ترقى لأن تكون طرقا للإستدلال على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا لما فيه الصلاح وأن ينير قلوبنا بالتمسك بخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي نص عليها النص ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد